اذا كنت مشترك في القناة عشان فيديوهات التوب تين وما تلعب كولف جيتي فهذا الفيديو ما رح يهمك ابدا انتظر الفيديو القادم رح يكون فيديو توب تين رهيب واذا تلعب كولف جيتي ومهتم بالزومبي فيالله استمتع شي شي ما حد كان متوقعه ابدا ان رح يجي لزومبي بلاكوبس كولد وور شي رح يغير تجربة الزومبي اللي نعرفها للابد طلعت تسريبات شبه مؤكدة ان رح نشوف طور جديد للزومبي بلاكوبس كولد وور باسم اوت بريك هذا مو طور تسليكي نفس اللي شفناه من فترة لا هذا زومبي بعالم مفتوح ايه مثل ما سمعتوني رح نلعب زومبي بماب ضخم نفس ما بات الفاير تيم يلي حجمها نفس حجم ما بات الباتل رويل تقريبا بس ما رح يكون باتل رويل رح يكون كوب اللي هو اربع لعبين بماب جدا ضخم نلعب في زومبي شكله شي جدا رهيب فيلا بهالفيديو رح نتكلم عن كل التفاصيل وكيف ممكن هالجيم مود يغير الزومبي اللي نعرفه للابد فيلا خلنا نبدأ موسيقى وكا شباب قبل نبدأ بالفيديو في خبر جدا رهيب بعالم الجيمينج العربي اظن موظمكم سمع فيه وانبسط منه واللي هو عودة قناة وموقع سعودي جيمير اخيرا اذا انت من المخضرمين باليوتيوب وصلك تتابع محتوى جيمينج خمس ست سنوات فاضن مية بالمية تعرف منهما سعودي جيمير واذا ما سمعت عنهم فهما كانوا من اقوى واكبر قنوات الجيمينج على اليوتيوب بس تركوا اليوتيوب صر لهم ثلاث سنوات تقريبا قاطعين وسبب عودتهم هو انهم انضموا لشبكة ويبيديا العربية هي شركة عالمية متخصصة بالاعلام والتقنية والعاب الفيديو وسعودي جيمير اكدوا بتويتر ان مع انضمامهم لويبيديا عربية رح يرجعوا لليوتيوب فمحتوى سعودي جيمير يلي كلنا كنا نحبه ونتابعه رح يرجع بشكل افضل وبشكل متطور فايه فيكم تشايكوا موقع سعودي جيمير بالوصف عشان تعرفوا متى بالضبط رح يرجعوا على اليوتيوب اوكي شباب خلنا اول شي نتكلم عن مصدر الخبر او مصدر التسريب من وين طلع؟ طلع من شخص على تويتر اسمه اوكامي اظن لو متابع فيديوهاتي القديمة اللي تكلم فيها عن التسريبات سمعت اسمه قبل هالمرة هذا الشخص كل تسريباته عن كولف جيدي طلعت صحيحة بدون تسناء يعني هو اللي قلنا انه الجزء القادم رح يكون اسمه بلاكوبس كولد وور بشهر خمسة وطلع كلام الصح هو اللي قلنا انه في لعبة مودر وورفر توري مارسترد رح تنزل فقط طول القصة وطلع كلام الصح وتسريبات ثانية كتير فهذا الشخص مع موقع شارلي انتل تكلموا عن هالموضوع شارلي انتل هو اشهر موقع تسريبات لكولف جيتي وما يتكلم عن اي تسريبات ما يتكلم الا على التسريبات الشبه مؤكدة طيب شو اللي قاله اوكامي بالضبط اللي قاله انه فيه جيم مود جديد قادم لبلاكوبس كولد وور واسم الجيم مود اوتبريك قال انه الجيم مود رح يكون زومبيز كوب ورح يكون بماب فاير تيم جدا ضخم ركزوا على كلمة كوب كوب يعني جيم مود تعاوني يعني ما في ناس يذبحوا بعض ما رح يكون باتل رويان او ما رح يكون نفس الفاير تيم الموجود حاليا ببلاكوبس كولد وور اللي هو ناس ينزلوا ويقاتلوا بعض ويفجروا قنابل لا كوب يعني جيم مود تعاوني فريق مكون من اربع اشخاص او اكتر رح يدخلوا ويقاتلوا زومبي بماب فاير تيم ضخم بعد شوي رح نتكلم عن الماب خلنا حاليا نكمل التغريدة قال انه الجيم مود زومبي وكتب اترايارك ستايل يعني الجيم مود رح يكون زومبي بنظام ترايارك شو يعني هالكلام يعني ما رح يكون زومبي نفس الورزون تلوت وكذا لا رح يكون فيه بركات رح يكون فيه صندوق الحظ رح يكون فيه سلاح الماب يعني نفس الزومبي اللي نعرفه بس بماب ضخم بعدين كتب اخر شي انه المطورين بنادو هالجيم مود اوبن وورد زومبي او طور زومبي عالم مفتوح شي جدا رهيب طيب مثل ما قال انه اسم الجيم مود اوت بريك هل اسمعنا كلمة اوت بريك قبل بزومبي بلاك اوفت كولد وور ايه نعم اسمعناها بماب دي ماشين كان فيه شفرة سرية والكلمة اللي تفتح الشفرة هي كلمة اوت بريك اللي ما يدري شفرات سرية عادة بيكون فيه كلمة معينة لو عرفتها تقدر تفتح الشفرة وتعرف معناها فكان كلمة اوت بريك هي اللي تفتح الشفرة وغير كذا الشفرة نفسها فيها كلام جدا مهم مكتوب في الشفرة انها موجهة الى كي حاليا عرفنا من هو كي هو كرافشينكو اللي شفناه بكاتسين حل لغز فير بيز زد اللي يدخل اخر شي وطلع سكينه وكان بيقلع عين دكتور بيك ففيه شخص ارسله الرسالة لكرافشينكو وكان كاتب فيها سوينا ابحاث كتير بمنطقة اورال ماونتن او جبال اورال ووجدنا بهديك المنطقة اكبر عدد لفتحات الدارك اثر بالعالم طيب قبل انكمل الشفرة خلني اقولكم شو هي منطقة اورال ماونتن روسي رفنوف بيقول لسامانثا انه متجه للورال ماونتن لانه فيه اشياء هونيكة قاعدة تصير ولازم يروح عليها وغير كذا باول اعلان للزومبي منشوف ويفر قاعد وقدامه اربع شاشات ومنشوف احد المناطق هي منطقة اورال ماونتن واحد المناطق كانت البيتنام ودي ماشين فعرفنا انه هاي الاماكن هي اماكن ما بات زومبي وغير كذا فيه مهمة بطر القصة بتكون بالورال ماونتن نلعب فيها بميسن ووودس باحتمال جدا كبير يستعملوا منطقة منطور القصة بماب الزومبي نفس اللي شفناها لانه اصلا ماب فاير بيس زد منطقة البداية مأخودة منطور القصة مثل ما هي المهم رح اسوي فيديو منفصل اتكلم فيه بالتفصيل عن ماب الزومبي القادم بس حاليا خلنا نرجع لموضوع الفيديو ونكمل الشفرة فالمهم الشفرة بدي ماشين اللي تستعمل كلمة اوت بريك عشان تفتحها نفس اسم الطور اوت بريك مكتوب فيها او موجهة فيها رسالة لكرافشينكو عبيحكي انه منطقة اورال ماونتن فيها عدد جدا كبير من فتحات الدارك ايثر اكتر من اي مكان ثاني بالعالم وقال انه متأكد انه فريق ركويم رح يعرفوا بهالشي ورح يرسلوا فاير تيمز ليحققوا بالموضوع نحنا اللاعبين او شخصيات اللي نلعب فيهم باي ماب اسمهم سترايك تيم دائما بداية كل جيم منلاقي ويفر عبيحكي لنا سترايك تيم جاهزوا حالكم ولما نعمل اكسفل بنادونا مرة ثاني سترايك تيم بينما هنا مكتوب فاير تيمز هالرسالة مكتوبة من اوميغا شخص عبيبعت لك رافشينكو عبيقل له انه ركويم رح يعرفوا بهالشي ورح يرسلوا فاير تيمز لحققوا بالموضوع بالاورال ماونتن طيب ليش كلمة فاير تيم مهمة لانه بالتسريب قال انه ماب الزومبي رح يكون بماب فاير تيم نفس مابات الفاير تيم الضخمة اللي عنا ياها فممكن الناس مخرطين انفكرين كل هالتسريبات والتلميحات للاورال ماونتن انفكرينها ماب زومبي قادم بينما هو ممكن قصدهم على الطور الجديد يلي هو الزومبي العالم مفتوح لانه التسريبات والشفرة السرية بدل على هالشي بالشفرة مكتوب فيها انه هاي اكتر منطقة فيها فتحات دارك ايثر بالعالم وفتحات دارك ايثر كثير يعني عدد جدا كبير من الزومبي فرح نلعب بماب زومبي جدا ضخم اكيد رح يكون فيه اعداد زومبي اضعاف اللي مشوفهم بالمابات العادية فكل التلميحات عم تدل انه الاورال ماونتن هي بهالجيم مود مو بماب الزومبي القادم او حسب توقعي انه لا رح يكونوا الاثنين هالجيم مود رح يكون مثل تجهيز لماب الزومبي القادم ورح يكون بمنطقة اورال ماونتن وبعدين ماب الزومبي القادم رح يكون بنفس المنطقة وغير كذا عنا اشياء من الشركة نفسها بتأكد على هالكلام من فترة شركة تريارك نزلوا بلوغ بتكلموا فيه عن التحديثات والاشياء القادمة وكتبوا اخر شي بالنسبة للزومبي اذا كنت مفكر نفسك انك بتعرف شو رح يجي للسيزن القادم او سيزن 2 بالنسبة للزومبي ففكر مرة ثانية يعني المعنى انه في شي رح يجي بالزومبي ما حد متوقع ابدا فاضن حاليا مع التسريبات كنا عرفنا بس وقتها هالبلوغ كانوا كاتبينه من اسبوعين تقريبا ما كان حدا متوقع ابدا انه جيم مود زومبي عالم مفتوح وغير كذا نزل فيديو مدتها خمس دقايق تقريبا قبل ما ينزل ماب الزومبي فير بيس زد بهذاك الفيديو كانوا مطورين الزومبي عبيتكلموا شوي عن الماب فكريغ هيوستن هذا الشخص اللي بيكتب قصص الزومبي قال اخر شي انه بيتوقع اللاعبين بنهاية الموسم او بنهاية السيزنز تبع الزومبي رح يقولوا وما كنا متوقعين هاي الشي يصير بالزومبي ابدا واضن اكبر تأكيد انه هالجيم مود رح ييجي مع السيزن القادم اللي هو بعد اسبوعين تقريبا هو انه ماب الزومبي فير بيس زد كان المفروض ينزل مع السيزن القادم يعني كان المفروض ينزل بعد اسبوعين بس الشركة غيروا رأيهم ونزلوا قبل اسبوعين وقالوا انه بالسيزن القادم رح يكون فيه شي جدا رهيب للزومبي فالناس استغربوا انه معقولة ينزلوا لنا ماب وبعد اسبوعين ماب ثاني مستحيل ينزل ماب ثاني بهالسرعة فالناس اتوقعوا انه رح ينزلوا جيم مود تسليكية بسيزن القادم نفس اللي شفناهم مع ماب دي ماشين بس الشركة بالبلوغ يعني عب يكتبوا شي جدا رهيب وشي مو متوقعينه فاضن قصدهم على هالشي اللي هو جيم مود اوت بريك رح نلعب كوب زومبي بماب جدا ضخم او زومبي عالم مفتوح طيب خلينا نشغل التحريات ونتوقع شو الجيم مود رح يكون او مو التحريات خلينا احكي لكم شو اللي اتمنى اتمنى يكون شي نفس لعبة ديستيني لعبة ديستيني بتكون بعالم مفتوح جدا كبير بتدخل انت واصحابك وبهالعالم بتروحوا على اماكن بتسويوا مهمات معينة بتقاتلوا ووحش بهذاك المكان بتاخدوا لوت وبتطلعوا وبتروحوا لمكان ثاني فنفسي يكون نفس الشي نلعب بعالم مليان زومبي نروح لأماكن معينة يكون فيها مهمات صعبة نسويها نكتل وحش ونطلع ونرجع نكمل ونلفلف بالعالم وبنفس الوقت تكون في راوندات قاعدة تمشي وفي بيركات وفي صندوق الاسلحة يعني نفس الزومبي اللي متعودين عليه طيب وشو هو الماب اللي رح نلعب فيه فيه توقعين اول توقع اللي هي نفسها مابات الفاير تيم اللي عم يشوفها عنا ثلاث مابات اللي هو التلج والمكان اللي مثل الغابة والماب الجديد فممكن يكونوا نفسها المابات يكون عنا ثلاث مابات لأنه أنا بكل صراحة كل ما أدخل وألعب فير تيم أشوف أنه تصميمي المابات جدا رهيب بس ما حد مقدر التصميم لأنه الكل قاعد يقتل ببعض ويفجر قنابل فما يمديك تلعب براحتك فحاليا بالزومبي فينا نتمشى ونكتشف هالأماكن على راحتنا والتصميم جدا رهيب فأظن الشركة ما عملوا التصميم فقط لهالجيم مود يعني عندهم نية أنه التصميم المابات يكون رهيب لأنه رح نلعب فيه زومبي بالمستقبل أو ممكن يكون ماب جديد نفس ما أتكلمني شوي بالأورال مونتن يكون ماب جديد عبارة عن خليط بين هالأشياء ويكون نفس بلاكاوت بلاكاوت ببلاكاوت 4 كان فيه كتير أماكن من الزومبي نفس بيريد وترانزيت شادو وفوروكت البلاكاوت كان عبارة عن خليط بين البات الرويال ومابات الزومبي فممكن يشوف ماب جديد نفس هالشيء متأكد رح نشوف فيه كل وحوش اللي شفناها الميغا تون من دي ماشين وكل وحوش الجديدة اللي شفناها بفاير بيس زد وحتى البوست فايت تبا حل اللغز متوقع نشوفها بالماب وغير كذا حاليا بالوارزون عبيحطوا محطات التحديات نفس اللي موجودة بالزومبي عبت انتشر حاليا بعدة اماكن بالوارزون بس مسكرة نفس شكلها بالضبط بأظن رح تضل مسكرة وأول ما ينزل الجيم مود رح تفتح ويستعملوها كحركة تسويقية لبلاكوبس كولد وور ولا هالجيم مود الجديد لولو متل ما بتعرفوه الوارزون مجاني وفي كتير ناس بيلعبوه ما هم شارين مودر وورفر ولا بلاكوبس كولد وور فهي شباب هالفيديو اليوم اتمنى يكون عجبكم اتمنى من نهاية الفيديو لا تنسوا تشاركونا بالتعليقات كل تحرياتكم شو بتتوقعوا الجيم مود وشو الاشياء اللي تتمنوها يكون هالجيم مود شكل وشي رح يغير الزومبي رح يغير تجربة زومبي بلاكوبس الى الابد ما اظن شي تسليكي ابدا فاتمنى تنشروا هالفيديو لاصحابكم محبين الزومبي عشان تتحمسوا مع بعض كلها اسبوعين او ثلاثة اسابيع ورح نعرف معلومات اكثر مو كم ينزل الجيم مود او نشوف اعلان فايه كان معكم شاركيال شاركيكيش كم ديها الثاني ان شاء الله مع السلام اشتركوا في القناة